بري 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 شايفين كل مرة اسجل فيديو لازم اطلع الصوت هذا اختبر ميكروفون يشتغل ولا ما يشتغل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم متابعين قناة عرب قنولي نيكس معكم عبد المجيب اليوم شاء الله تعالى راح نتكلم عن افضل واشهر توزيعات عام 2013 طبعا بناء على طبعا الزيارات اللي صارت على التوزيعات في موقع ديسترو واتش طبعا بناء على زيارات الصفحات وبناء على التحميل لكن هذا ما يعني انه الافضل لكن تقريبا هذا المقياس جميل راح نشوف افضل عاشر توزيعات موجودة عام 2013 ما يحتاج مقدمة طويلة راح نبدأ طبعا التوزيع الاولى او اللي ما يقتل فعلية اثنين وهي توزيعات لينكس منت طبعا توزيعات لينكس منت من التوزيعات الاشهر ما بين توزيعات جينو لينكس كانت ابونتو هي الافضل نظرا الاشياء تقدم المستقنوع عادي من سهولة وآخر لكن ابونتو بدأت تراجع بسبب بعض يعني الاشياء اللي سوتها ابونتو صرت سمعتها تمام عموما المنت تتميز بشياء كثيرة اولا المنت تعطي اكثر من واجهة اثناء التحميل اكثر من واجهة اثناء التحميل اقصد انه لما تجي تحمل التوزيع يعطونك خيارات معينة تبي كي دي اي تبي السينيمن تبي ماتي بتحديث لك هاكتوسي عادي من الملفات تحاملة تلقى اي ريكون عندك الواجهه لا يحتاج لك لابد تثبت ان التوزيع تقوم بتثبت الواجهه الشياء الموجودة ايضا بالمنت هي برامج كثيرة مثبتا للمستخدم معدل المستخدم فعليا تمام ويبنى بعض اللقطات ايضا اخذت من Linux Mint و بعض التوزيعات رح نشوفها الحين تمام اه 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 اميز توزيعات Linux Mint ايضا تمام هي انها مبنية عن الابونتو هذا يعني انه سهولة استخدامه وانتشاره ودروسه و الاخره الخاص بالابونتو ايشي خاص بالابونتو تلقايا رح يضبط على المنت تمام وانا اتكلم عن Linux Mint ما اتكلم عن Linux Mint دبيا اوكي طيب الابشور ايضا عن Linux Mint طبعا الواجهة اللي صارت تقريبا شمفتراضية ل Linux Mint هي واجهة cinnamon زي ما انتم شايفين تمام هذه هي واجهة cinnamon طبعا معروفة الواجهة هذه اه كثير من التوزيعات صارت تحمل الواجهة هذه افتراضيا بالمستودعات تمام هذا بالنسبة لي الواجهة تمام اه طبعا الواجهة هذه مزالت جديدة تمام مقارنة بالواجهة الثانية ولكن بشكل عام هي واجهة قنوم تمام اولا صح قنوم شل مطورة ثم بدت تستقل شوي شوي تمام طبعا الواجهة بالصدار الاخير اللي صدار الثنين خرافية جدا اه وصدار Linux Mint 16 تلقائيا يجي معه واجهة سنة من اثنين تمام اشياء الميزة الثانية هو مدير التطبيقات او مدير البرامج تمام زي ما انتم شايفين هذا مدير التطبيقات يتيح لكم هنا بضغط واحدة تثبيت حذف الى اخره من البرامج تمام طبعا فيه مدير التعديثات تلقائي موجودة بشريط البرامج لو انتم مدير كان موجود هنا ظاهر له لا طبعا يفترضون ان يظهر تحت بالمنطقة السفلة هذه للشريط من اللي فحط بره اه لا تستغربوا الصوت هذا طبيع جدا 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 بالسعودية تمام ما فيه لا جريمة ولا مطاردة ولا شي يبدو واحد يسوق وحب يسوي الحركات هذه عادية جدا تمام بالنسبة لي الشيء الثالث المميز بالتوزيع مؤخرا وهو مدير التعريفات اللي هو يكتشف تعريفاتك الغير مثبتة تلقائيا تلاحظ انه فتحته قال لي في عندك فيلش والقش دي كامس تمام هل حاب يثبتلك هذا ولا لا طبعا هذا رح يكتشف اي تعريف ثاني غير مثبت وموجود بمستودعات النظام تمام هذا بالنسبة للتوزيع الاولى التوزيع الثاني توزيعة ابنتو تمام توزيعة ابنتو طبعا ام الاغلب التوزيعات نظرا اللي سهولة بناء التوزيعات ونظرا لانه في مطورين كثيرين قدروا انهم يبنون برامج سهلة انك تستخدمها علشان تسوي لك توزيع خاصة على الابنتو طبعا كثير جدا توزيعات ابنية على ابنتو من ضمن التوزيعات نونكس بنت من ضمن التوزيعات مشهورة ايضا الثاني الباكتراك مثلا الباكتراك هذه حق الاختبارات الامنية وآي لاخره مبنية على الابنتو هذا يشهر التوزيعات طبعا في توزيعات ثانية مراح نتكلم يعني انقلن لكن قبيرة جدا والله اغطي عليه الابنتو اشتارت واجهة يونيتي تمام هذه واجهة يونيتي تمام طبعا لو كبرنا صورة حبتين شوية راح نشوف ان الواجهة جميلة جدا فعليا تمام انا ماسك جنب على الشاشة لذلك خلونا نكبرها بالشكل هذي ايوه تمام زي انتم شايفين الواجهة طبعا تمييز بشريطة لع الجنب هذا تمام المساكة تضغط عليها وماء الاخره شخصيا ما افضل الواجهة هذه اطلاقا نظرا لانها شوي معقدة تمام ما تعودت عليها بصراحة متعودة على الشريطة يكون تاعة واي الاخره لكن طلعا واجهة يا شفاف جديد بالذكر انه هذه الواجهة فعلا تعتبر قفزة بين اسطح المكتبة وتوفر اشياء كبيرة جدا تمام للمستخدم من ناحية بيئة العمل ركزوا كثير جدا جدا على بصارة الواجهة تمام ان تكون بسيطة جدا جدا فيها بعض المشاكل لكن ثم من انتق مؤخرا نقل الواجهة هذه الى كيوتي تمام بغا تقول شي ثاني تمام بحيث ان الكيوتي هذه مفترض نتقدم بيئة عمل افضل من الجي تي كي يفترض تمام بالنسبة لي اشياء المميزة الثاني هو مدير البرمجيات اللي موجودة هنا طبعا نجم تكلمت بلينكس من نفس الطريقة تبحث تركب الى اخير هذا اللي موجود الاشياء الثاني المتازة ايضا بالابونتو ومجتمع الابونتو اللي هو ابونتو فورمز كبير جدا ممكن تدخل تستفيد منه بشكل كبير سواء لتوزيعة ابونتو او مابوني على الابونتو التوزيع الثالث ولا لما عندي صورة ولا حاجة لانه غنية فعلا على التعريف هي توزيع الابونتو توزيع الابونتو هي ام الابونتو هذا يعني ان كل شي دارج تحت الابونتو بسبب الابونتو شبه يعني شبه استقلت عن الابونتو في بعض النقاط لكن ما زال الابونتو عموما الابونتو اي شي لم يزو الموضوع الابونتو اكثر من اصدار وهذا مشادة المستخدمين الدبيا له اصدار مستقر تمام اصدار غير مستقر اصدار اختبارات ومش بعد هنا تقليل اربع اصدارات عموما لهمك تعرفوا انه دبيا نتقدم اصدار مستقر هذا يعني ان اصدار مستقر هذا بشكل عام اقدر لقل 99% ما راح ينهار النظام وما راح اي مشكلة باستخدامك ليس لان البرامج الموجودة على التوزيع هذي برامج تم اختباره فترة طويلة جدا جدا وما تدخل عن النظام التوزيع فعليا ترى ما له واجهة معينة تمام ولكن تستخدم واجهة قنونك واجهة تراضية ولكن ما قل الواجهات تجي معها بالذي طبعا تميز الديبيان انه كونكن تحصل على استوانات دي في دي تمام القراس دي في دي عفوا القراسة هذي تحتوي على كل حزم الديبيان تمام نشيت نقطة مهمة ايضا الديبيان توزيع فري تمام تمام طبعا نما تقول فري انتم عارفين نقصد فريدم تمام فالتوزيع هذي حر مية بالمية اول ما تثبت طبعا في بعض المقاطر خاصة بالنواة ولكن اتكلم عن التوزيع نفسه تمام زي ما قلت لكم في جمع القراس القراس هذي فيها كل الحزم تغنيك عن الانترنت بشكل عام لما تحمل القراس حوالي ثلاث قراس بين فترة والثانية ينزل قرص تحديث ممكن تستخدمه حتى يتحدث نظامك تمام هذا المميز بالديبيان طبعا انا هيك عن الموضوع انها حرة مستقرة جدا جدا هذا الحاجزتين هي اللي تقريبا تشد المستخدمين استخدام الديبيان الحرية والاستقرار الكبير تمام هذا بالنسبة للتوزيع الثالثة المماجية توزيع فرنسية تمام المندريفة طبعا توزيع كبيرة كبيرة تمام وعريقة تمام ولكن ما على حظ يعني صار مثل صار مثل البنت اللي تطلق كل شوي ياخذ رجل تمام فالمندريفة كل يوم اخذه واحد تغير اسمها مر ماندريك مر ماندريفة مر ماندريفة مر ماندريفة ايش و بعدين صارت روزة يسأل فطويلة تمام لكن بالمناسبة روزة انا ما ادري هل هو فعلا من ماندريفة ولا مجرد اسم عموما ما ادري عن روزة وش مبوع روزة ولا اتكلم عنه اليوم ولكن اليميز الماجية هو ان فعلا مستقرة تقدم بيئة عمل طبعا اخضر ان بيئة عمل تقدم ولكن الافترضي هي كي دي اي وانا قاعد اشوف ذبابي دور تمام طبعا انا دربت التوزيع هذه عشان اكون صادق معكم تمام دربتها ولكن مو بتجربة كبيرة جدا طبعا هذه واجهة التوزيعة تمام عشان اكون صادق معكم ما عطيت فترة طويلة من التجربة نظر لي اني ما احب بندريفة اصلا تمام مجرد اني مغلط على مدريفة بس فيها بعض الاشياء التي تحس انها ما زالت اعتجت ولكن ماجية جميلة جدا اعتقد انها اخذت المركز اذا مو بالاول فهو الثاني من ناحة تقديم بيئة عمل جميلة جدا واتكلم عن كيو تي كي دي اي تمام كي دي اي فماجية بصراحة امتاز جدا اللي ما اجربه ماجيه روح اجربه بلا انا بني شد بابي دور تمام طيب هذه بالنسبة للماجية التوزيع الخامس هي توزيعة في دورا تمام باختصار جديد في دورا عبارة عن توزيعة مبنية على توزيعة ردهات طبعا ردهات كان في اول ردهات اسمها ردهات ديسكتوب ردهات هوم ماذا اسمها لكن بعدين صارت في دورا طبعا الفدورا مدعومة اساسا مباشرة من ردهات اللي بتعلم عن ردهات استخدموا الفدورا راح تكلم عنه ان شاء الله بعدين تمام هذا صورة من سطح المكتب الخاص بالفدورا عشرية تمام مدير البرامج الخاص به هو الى اخير سطر الاوامر يكفيك طبعا الفدورا مواجهة تقريبا للمستخدم المتقدم قليلا ولكن المستخدم اللي اخذ فترة يستخدم قينو لينكس ممكن يجرب فدورا وفدورا فعلا خيار جميل جدا لادارة السيرفرات اللي حاب تعلم اندارة سيرفرات الشبكات على قينو لينكس يستخدم فدورا لان الردهات تقريبا الاشهر بناحة تقديم الدعم للسيرفرات والآخر التوزيعة السادسة معناه هي توزيعة اوبنزوزا اوبنزوزا توزيعة المانية مختصة به بيئة العمل المكتبية السهلة جدا 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 طبعا الفدورا تقريبا ان هي الاولى اللي تكلم علينا اليوم من التوزيعات المدفوعه اخو هناك اوپنزوزا مجاني ممكن تحصل عليه من الموقع اوپنزوزا ولكن توزيعة ماجيه زوزا نفسه لا مدفوع ولا تنزع فلوس هناك بعض الميزات التي لا تحصل علي بالاوپنزوزا ولكن ممكن انك طيب يمنى نعرف انه اوپنزوزا فيها مركز تعاكم مشهور جدا طبعا اخلاطيكم لقطة من هذه طبعا سطح مكتبها الافتراضي من عرفنا التوزيعة هو سطح مكتب KDE كما انتم شايفين طبعا معروف شرية التاعات جميل جدا فعلا سطح مكتب حقهم مشهورين بالشعار هذا حقهم حق الحربة مركز التحكم انا اخط لكم لقطة سريعة جدا مركز التحكم وكل شيء مركز التحكم وبرامج والاخير طبعا لو تشوفون هنا هادوير سيستم نتورك كل شيء موجود بمركز التحكم اسمه ياست لما يعرف الياست ممكن ان تخلق قناتي يشوف الياست مركز التحكم هذه توزيعة الزوزا بشكل عام وميز بالموضوع انها مستقرة فعلا فعلا مستقرة تتطور بشكل بطيء هذا يعني انك اذا ثبتت توزيعة بتغرفتها طويلة عشان تغير ممثل بعض التوزيعات كل ستة شهور تراكبها زينا نكس منت طيب في عند التوزيع السابع هي PC Linux OS PC Linux OS من المعجبين بالتوزيع هذه كشكل ولكن كاستقدام فعليا ما حبه المميز بالتوزيع هذا لو شفنا شكله الآن طبعا ايضا هذي فرع من ماندريبة زي زي الماجية المميز بالتوزيع هي طويل العمر ناهيك عن شكله طبعا عندهم تخصيص خاص بهم للواجهة لهم لمسة خاصة عن الواجهة بتعجب المصرح لمساتهم الشغلة الثانوية هي مدير البرامج اللي متعود على السنابتك وموجود سنابتك على PC Linux معروف من السنابتك التوجيهة الديبيانية ولكن نزلوه هنا لواحة التحكم الخاصة على PC Linux تقريبا تجيب كل الاشياء اللي يحتاج المستخدم شيرينج، التوارك سيفيز، هادوير، الانبوت طبعا ناهيك عن النوع تدعم اللغة العربية ومناسبة لكي دي تمام؟ PC Linux لا اكثر من واجهة تمام؟ نفسها نفس الـ OpenSUSE أو الفيدورا أو غيرها لا اكثر من واجهة ولكن تركيز PC Linux على الكي دي في توزيع اسمه Full Monty تمام؟ الفول مونتي هذه امتاز جدا رجعتها سابقا ونزل الاصدار جديد ميزتها انه فل فل يعني انه فيها كل شيء تمام؟ هذا بالنسبة لـ PC Linux التوزيع الثامن معنا هي توزيعة منجارو تمام؟ المنجارو والأصح منهارو تمام؟ هي توزيعة مبنية على آردش Linux تمام؟ ببساطة شديدة جدا تقريبا التوزيعة افتراضيا واجهته هي واجهة XFCE تمام؟ واجهة XFCE هي خفيفة جدا ولكن فيها اكثر من واجهة جاي مع الـ أو ممكن ثبتة معه تمام؟ طبعا مبع الماكس المستخدمين بالمستودعات ولكن اقصد خلال تحميل التوزيع الممكن تحصل على KDE, GNOME, LXD, XFCE, SINEMON، بلرغ برغب تمام؟ المميز انه اخذت قوة الـ Arch Linux تمام؟ وايضا سهولة باستخدام الـ Arch Linux بحث ان الـ Arch Linux معروف انه تثبيته وتعامل معه كله عن طريق سطر الأوامر ولكن المانجارو أو المانهارو تقدر انك تتسعامل معه عن طريق واجهة رسومية تمام؟ خلونا ناخذ الشكل المانجارو بالأول تمام؟ طبعا هذه الواجهة XFCE تمام؟ وبصراحة لو بستخدم التوزيع هذه لاستخدم إلا واجهة XFCE لأن لمستهم بالـ XFCE جميلة جدا كما ترون لابدين اشوف شغلة ثانية الواجهة وهي مدير البرامج الخاص بالواجهة طبعا مدير البرامج رسومي سهل جدا أيضا يعطيك تنبيهات للتحديثات وإلى آخره تمام؟ هذه المديرة عفونا اللي هي الإعدادات طبعا ما فيه إعدادات كثيرة ولكن أهم الإعدادات اللي يحتاجها مستخدم زي اللغات وضبط لوحات المفاتيح تمام؟ التوزيع هذه مستخدم متوسط يقدر يمشي معها على طول ونصحك لا تبدأ مع المنجار وفيها الأشياء ناقصة لحد الأهم التوزيع التاسع هي توزيع Arch Linux Arch Linux لا يوجد صور ولا شيء لأن Arch Linux لا يوجد واجهة رسومية حسب استخدامك ولكن المعروف عن Arch Linux هي صعبة لكن صعوبة فقط بالتثبيت لكن بعدما تثبت ترى أسهل توزيعه إذا تعاملت معه من ناحية التعزيم وإلى آخره مشهورة جدا مدير البرامج اسمه باكمن تمام؟ سهل التعامل معه عدداته كثيرة يعني ممكن تقصص التوزيع على مزاجك وهذا أهم شيء من وجود بالنظام لأنه أكثر توزيعه قابلية للتخصيص وسهولة أقول قابلية لأنه فيه توزيع ثانية زي جنته ولكن جنته صعب التخصيص به تمام؟ لكن باكمن التخصيص به سهل تمام؟ اللي هي الارتسلينكس لأن الباكمن يعطيك إمكانية تعامل كبيرة جدا وسهل مع الحزم تمام؟ يهمك أيضا تعرف أنه الارتسلينكس فيها شيء يسمى AUR الـ AUR هذا يضمع جدا على منجاره تمام؟ اللي هو للمستخدمين فكل مستخدم يقدر نزل حزمة خاصة فمثلا لو عندك برنامج غير مدعوم رسميا تمام؟ كيف تحصل عليه؟ لازم تسوي له بناء من المصدر بناء من المصدر هذا يأخذ وقت ممكن أن نستعرف له ولكن عن طريق الـ AUR هذا ملف واحد تسهبه عندك على النظام تشغله وبعدين خلاص يبدأ يسوي تحسيم ويجيب لك العزمة هذه عشان كذا معروف الارتسلينكس إنه أكثر التوزيعات برامج على الإطلاق أما عن طريق المستودعات الرسمية أو عن طريق الـ AUR لأن الاثنين يكملون بعض العيبة الوحيدة في الارتسلينكس إنه توزيع متداحرجة تحتاج إتصال إنترنت الدائم عشان تسوي له التحديثات لا تنصدم إذا قلت لك ممكن تحدثه باليوم مرة أو مرتين تمام؟ ولا تنصدم لو قلت لك إذا انقطعتنا التحديثات ممكن تكتشف إذا كنت تستخدم واجهة KDE لذلك إذا كنت شخص إتصال إنترنت عندك ضعيف تمام؟ ابعد عن الارتسلينكس تمام؟ هذا بشكل عام وبسرعة سريعة الارتسلينكس طبعا التوزيع المفضل بالنسبة لي هي الارتسلينكس على بيئة مكتبية سهلة جدا للاستخدام ما بصعبة أسهل التوزيع على استخدامه ولكن تحتاج إلى مستخدم يقرأ إذا كنت مستخدم يقرأ أهلا وسهلا إذا كنت مستخدم ما يقرأ أنصح أيضا بالإبتعاد عن التوزيع ولا تسأل أحد عن التوزيع هذي لأنه غالبا مستخدم الارتسلينكس يقول شي سوي لك كل شخص دو طريقته بحل مشاكل الارتسلينكس عموما الارتسلينكس عنده ويكي خاص به الويكي هذا ممكن تتعلم منه أشياء كثيرة تمام طبعا ويكي زي موكيبيديا ولكن فيه أشياء كثيرة الغريب والجميب الموضوع نفس رأكت إنه الويكي الارتسلينكس تعلمت منه حاجات الديبيان وحاجات الابونتو وشغلات هذه مليان فعلا بمعلومات غنية تمام؟ هذا الارتسلينكس هذا تقريبا أهم من النقاط المعروف عن الارتسلينكس ولكن الارتسلينكس لا أصداره معروف أنك تحمر أصدار واحد وتبقى تحدث نفسه على طول وهذه ميزة ممتازة جدا أنك تركب التوزيع مرة واحدة فقط طيب هل تعلم أن الارتسلينكس لو حصلت مشكلة خلال التعديثات سينهار نظامك لذلك يجب عليك إذا كنت تستخدم الارتسلينكس أنك تتابع أخبار الارتسلينكس أول بأول أخبار التعديثات لا تحدث شيء غصب عن التوزيع لأنه سوف يفرط عليك النظام بالنسبة للتوزيع العاشرة والأخيرة توزيعة توزيعة جميلة جدا المميز بالتوزيع السرعة الخيالية الموجودة بالتوزيع توزيعة مشتقلة المميز بالتوزيع هذه هي أنه ممكن تشتغل على أي جهاز ضعيف سريع المميز بالتوزيع الثاني أنه تشغيل البرامج من الرام فعندما تشغل التوزيع كلايف سيدي البرامج يستغل من الرام لا تستغل من السيدي طبعا هناك توزيع الثاني ولكن بابي لينكس ممتاز جدا منع توفير إمكانيات الجهاز إذا عندك جهاز قديم تستخدم هذا الجهاز لا تستغل من الجهاز لا تستغل من الجهاز نزع على بابي لينكس واستمتع لأن بابي لينكس ممكن تستغل على أقل مواصفات ممكن تستغل على جهاز من التسعينيات هذا تقريبا العسر التوزيعات الموجودة بسيطة بسيطة ولكن مزعجة في بعض النقاط من حريات المستخدمين وإلى آخره ديبيان رقم واحد من حريات المستخدمين والاستقرار ولكن تحتاج المستخدم متقدم شوي بس تمام عشان قدر تعامل معه مجيئة توزيع فرنسي مميزة بالشكل الاستقرار والاستقلالية شوي الفيدورا توزيعها مميزة على الردهات الردهات شركة كبيرة جدا إذا عندك استعداد تتعلم السرفرات وإلى آخره لأن الأشهر بالأوامر وإلى آخره السرفرات هي الردهات والردهات في دورا وإلى آخره عندك الأوبن زوزة توزيعها نوعين في زوزة الأوبن زوزة تكلمنا عنها اليوم مشهوره مركز تعكم حقه توزيعها مكتبية مستقرة إصداراتها طويلة هذا يعني أنها ممكن تستقر معك فترات طويلة البي سي لينكس أو اس يتميز شكله تتعدد أنواع التبواجهات فيها مركز تعكم متكامل وأيضا فيها مدير برامج المتعودين عليه هو السنابتك مانجارو هي توزيعة مبنية على الارتشينيكس سهلة الارتشينيكس بحيث أن تصبح كل شيء رسومي هذا خلاص تعديث الارتشينيكس توزيعة قوية جدا سهلة جدا متدحرجة ولكن تحتاج إلى خبرة في التعامل معه بالبداية من مجرد بعض الأوامر سهلة جدا بالنهاية لدينا توزيعة توزيعة مخصصة للأجهزة القديمة سريعة جدا توزيعة مستقلة غير مبنية على أي توزيعة ثانية أتمنى أن أفدتكم بهذا الفيديو سنة حلوة على القميع سنة 2014 سنة 2014 كنت أذبح الأذب نشوفكم إن شاء الله أبدأت جاي مع السلامة